بسم الله الرحمن الرحيم رؤية الله رفيزيون دالله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عباد الله إن نعيم الجنة الحقيقي ليس في قصورها ولا في طعامها ولا في حورها ولكن نعيمها الحقيقية في رؤية خالقها مصداقاً لقوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه المؤمنين يوم القيامة نظرة مصرورة تنظر إلى وجه الله تعالى فيزيدها ذلك نظارة وصرورة وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة الحسنى هي الجنة وزيادة هي التمتع بالنظر إلى وجه الله الكريم وَهَذِهِ هِيَا رَيَيَةُ الْمُرَادِ أَدْأَيَا الْمَنُسِ الْمَنَسِ الْمَنَسِですねَ Mais le vrai bonheur est dans la vision d'Allah Qui nous a dit Ce jour-là, il y aura des visages resplendissants Qui regarderont leur Seigneur Dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit A ceux qui agissent sont bien Et réservez la meilleure récompense C'est-à-dire le jenna Et même davantage C'est-à-dire la vision d'Allah عباد الله من مؤهلات رؤية الله في الآخرة أن يستقيم العبد على شرعه وأن يعبده وكأنه يراه فإن لم يكن يراه فإن الله يراه في الحقيقة المؤمن يرى خالقه في الدنيا بقلبه ويراه في الآخرة بعينه من المؤمن يرى خالقه في الآخرة من المؤمن يرى خالقه في الآخرة رب العالمين